موسيقى موسيقى أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري من القائلة الإخبارية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضحية الجنوبية لبيروت يأتي ذلك بعد وقت قصير من توجيه جيش الاحتلال انذارا بالإخلاء الفوري لسكان عدد من الأبنية في الضحية الجنوبية وكان جيش الاحتلال قد أعلن استكمال الموجة الثالثة من الغارات على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وذلك في إطار القصف المكثف على الضحية خلال ساعات الثماني والأربعين الماضية فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لعدد من المناطق اللبنانية حيث شن غارات على بلدة بورج برحال في جنوب لبنان كما استهدفت غارة لاحتلال المنطقة ما بين بلدتي نبيشيت وطبشار جنوبي شرق بعلبك فيما أعلن حزب الله استهدف مقر قيادة كتيبة مشا في ثكنة رميم للمرة الثانية برشقة صاروخية كما أعلن الحزب أنه قصف بصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة دوفيف واستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية واستهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس إلى جانب استهداف قاعدة طير الكرمل في جنوب حيفا بدفعة من الصواريخ النوعية كشف مسؤولان لوكالة الأنباء الفرنسية أن المقترح الأمريكي بشأن لبنان يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة ستين يوما ووضحت أن إسرائيل لم تعلن موقفها من المقترح بدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بيري تسلمه المقترح الأمريكي نافيا أنه يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان أو نشر قوات دولية وأشار بيري إلى أن المقترح يتضمن نصا غير مقبول وهو تأليف لجنة للإشراف على تنفيذ القرار الأممي 1701 وتضم عددا من الدول الغربية مؤكدا أن هناك آلية واضحة لتنفيذ القرار ويمكن تفعيلها ومن المقرر أن يدرس بيري المقترح الأمريكي خلال ثلاثة أيام من جانبها أكدت وزارات الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم ويسمح للسكان في لبنان وإسرائيل بالعودة بأمان إلى منازلهم وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي الطرفين الحق في الدفاع عن نفس إذا لزم الأمر شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات استهدفت شمال قطاع غزة أفادت مصدر فلسطينية بوقوع شهداء وإصابات في قصف بمحيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهية شمالي القطاع واشن الاحتلال كذلك سلسلة غارات على منازل المواطنين في مخيم جباليا وخلال 24 ساعة استشد 37 فلسطينياً في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة وعدمت قوات الاحتلال فلسطينياً بالرصاص أثناء محاولته النزوح من شمال غزة إلى وسط القطاع وفي جنوب القطاع انتشل مواطنون وتواقم الإسعاف والإنقاذ جثمين أربعة شهداء ارتقوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من شرق مدينة رفح أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن نحو 70% من الإسرائيليين يرون أن التوصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصال الفلسطينية في قطاع غزة هو الأمر الأهم الآن وأضاف الاستطلاع أن نصفهم أكدوا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيمين تنياهو لا يمكنه إدارة الحكومة في الوقت ذاته الذي يشهد محاكمته بشأن الاتهامات العديدة المتهم فيها اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام قلية شقبة في منطقة رمالة بالدفة الغربية المحتلة وقامت قوات الاحتلال باقتحام يطا جنوب الخليل ودهمت منازل المواطنين كما قام الاحتلال باقتحام مدينة نابلس من حاجز دير شرف ومخيم العروب شمالي الخليل والحي الغربي بمدينة إدو الكرم وعتد الاحتلال على شاب بعد ملاحقة مركبته ومركبات المواطنين اختار الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب كارولين ليفيت للعمل كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض كما اختار ترامب المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشونغ مديرا للاتصالات في البيت الأبيض إضافة إلى اختياره حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بوروغموم وزيرا للداخلية في إدارته الجديدة واستقر ترامب على المحام العام السابق لولاية ميزوري جون ساور لمنصب المحام العام للولايات المتحدة كما اختار عضو الكونغرس السابق دوج كولينيز لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامة قال عضوان ديمقراطيان كبيران بمجلس الشيوخ الأمريكي أن البنتاجون وأجهزة إنفاذ القانون يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير أيلون ماسك أجرى عدة اتصالات مع مسؤولين روس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإشرف ماسك الذي عينه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في منصب حكومي كبير على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر بمليارات الدولارات بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس أكس للفضاء والطيران وأشار النائبان ديمقراطيان إلى أن ضلوع ماسك في برامج سبيس أكس تلك التي يجب أن تخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستعبعات من عقود وامتيازات معينة أفد مراسلنا بسماعي دوي انفجارات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وتسجيل دخول سبع مصيرات وضف مراسلنا أن سلطات الأوكرانية فعلت الدفاعات الجوية في العاصمة كييف بعد سماعي دوي طلقات نارية وانفجارات ختام الموجز والآن عودة جديدة للزملاء في صباح جديد ترجمة نانسي قنقر